من جديد بداية ينتظر أن ينتهي الاضطراب الذي تسبب في تدبد بشبكة الانترنت على المستوى الوطني قبل هذا الخميس وذلك بعد أن بشر التقنيون المكلفون بعملية الإصلاح عملهم ووصلوا إلى نسبة فوق 60% خاصة أنهم أنهوا المرحلة التي تتمثل في جزء طوله المائة متر في حين ينتظر أن ينهو عملية الإصلاح بشكل نهائي خلال 48 ساعة المقبلة وبحسب الفاعلين في القطاع فإن الخسارة الناجمة عن هذا العطب الذي مس الكابل بلغت 100 مليون يوميا أي ما يعادل 10 مليار سنتيم وهو الرقم الخاص فقط بالخسارة المترتبة عن تعطل الأشغال وعملية التعويض